مجموعة من أولياء أمور الطلاب في صف السادس الأعدادي مجتمعون محتجون لا محتفلون على نتائج أبنائهم نتائج لا تشابه مستوى الطلاب كزهراء التي كانت تتوقع أن تكون من الأوائل وعلي الذي حصل على علامة كاملة بمدة واحدة والبقية صفر كما يتحدث والده ظلمون دفع أولياء أمورهم إلى رفع دعوة قضائية ضد وزارة التربية نحن جمعنا اليوم تسع وائل تسع أولياء أمور واتجهنا إلى المحكمة الرصافة قدمنا دعوة على وزارة التربية على تعاملهم السيئويان جنت أتوقع معدل من 98 إلى 99 وقلت إذا يجب حالات الظلم أو السهو أو أي خطأ قلت بالزاد أنه يمكن أحصل 97 معدل ماذا يطلع؟ طلع 7، 2 من 7 بوين 8 الطموحنا بالطبية وإذا تفاجئنا تفاجئنا إحنا الدرس واحد حاطي المية والباقي صفارة الصفارة يعني مو واحد وخمسة أما قصة زينب فتختلف بألمها عن قصة زهراء وعلي والبقية فزينب أصيبت بالسكري بعد معرفتها النتيجة نجحة في مادتين وراسبة ببقية المواد صدمة لم تفارق الطلاب وأهلهم منذ ظهور النتائج رياضيات إسلامية بس 50 منطيني والباقي 18، 39، 37 يعني إنكليزي حليت قلت أقل شي وخنقول 70 تجينا الدرجة 37 أبد من مستحقاق و23 وقحة النتيجة الصحية انهيار عصبي وسكر وهي تنحالي لأي مستشفى هي تثبت بالفحص السريري سبب منه بني كل شي ما بيها وكنا نتأمل مستقبل وتتأمل لها كلية حلوة حسب طموحها أولياء الأمور والطلاب يطالبون وزارة التربية بإعادة فتح الدفاتر وعملية التصحيح فهم يعتقدون بأنهم ظلموا وينتظرون الإنصاف فهل ستستجيب الوزارة؟ من العاصمة بغداد بدر الركاب التغيير